بمناسبة زواج ناصر بن عواض بن تهيلان أرفع آيات التهاني والتبركات وأقول كما قال رسول الله بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم بخير حقيقة مناسبة عظيمة جمعة الأهل والأصدقاء والأحبة والأخوان نتمنى لهم حياة سعيدة والسلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يسرني ويسعدني ويشرفني في هذه المناسبة أن أبارك لأبناء الشيخ عواض بن دهران رحمه الله وأن أبارك كذلك للأخ ناصر بصفة خاصة وأتمنى له التوفيق الدائم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبارك لفارس هذه الليلة ناصر بن عواض الحارثي وأخوانه وبارك لقبيلة المذهبة عامة على الوفود الذين شرفونا في هذه الحفلة واندلت على شيء إنما أدل على مكانية هذه الكبيلة وعلاقتها بالقبائل المجاورة وأصلت القرابة فيما بينهم والأفعال الطيبة والعلوم الغانمة التي تفعلها هذه القبيلة وقبيلة المذهبة إن شاء الله أنها من أوائل القبائل في محافظة الطايف بالعلم الغانم والكرم ومواصلة الآخرين أما بالنسبة لانطباع عن هذه الحفلة في الحفلة مشرفة بجميع من حضر فيها من جميع الوفود وأتمنى لعيال عواض التوفيق وأن يجمع الله فيما بينهم وأن يصيروا على منهج والدهم الذي كان علم في قبيلة بن الحارث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسرني ويسعدني في هذه المناسبة أن أبارك للشاب العريس ناصر بن عواض بن دهيران الحارثي وأقول له كما قال الرسول عليها فضل الصلاة وأزكى التسليم بارك الله لكما وبرك عليكما وجمع بينكما في خير كما لا يسعني في هذه اللحظة أو الساعة المباركة أن أشيد بمن قام بهذا الحفل المبارك حقيقة حفل منظم ومرتب ويندل هذا فإنما يدل على من قام خلفه من ترتيبات وتنظيمات الشيخ مطلق بن عواض من دهيران الحارثي وأخوانه وأبارك لهم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في بداية هذا اللقاء أتقدم للشكر لله جل وعلا على توفيقه وامتنانه بنجاح هذا الحفل وهو توفيق من الله جل وعلا ثم أتقدم بالتهنية والتبريكات لأبناء العم مطلق بن عواض وناصر بن عواض من دهيران ونقول لعرسي هذه الليلة بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير ونسأل الله عز وجل أن يكون زواجا موفقا مسددا ونسأل الله عز وجل أن يتمم على خير وأن يبارك لهم وأن يوفقهم في حياتهم الزوجية ثم ما رأينا في هذا الحفل المبارك من حضور من كافة قبائل المملكة العربية السعودية هذا يدل على ترابط هذه القبائل ويدل على تواصل هذه القبيلة مع جميع قبائل المملكة وهذا فضل من الله عز وجل ومنه على هذا المنطقة وهذا القبيلة التي أظهرت هذا الحفل بحفل مشرف لجميع قبائل بن الحارث فنسأل الله لهم التوفيق والسداد أخوكم مسفر بن عايض الحارثي صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أولا نبارك للعريس نسأل الله أن يوفقهم إجعلها لابنة صالحة في المجتمع ثانيا نشكر قبيلة المذاهبة عامة على هذا التنظيم الرائع والحضور الطيب والاستقبال الجميل والضيافة التي قليل ما نرى مثلها وهذا من طيبهم ومنكرمهم كذلك نشكر القبائل اللي حضروا وشاركوا وهذا من طيب هذه القبيلة وما حبتهم لها ولا ما كان شاركوا الناس اللي حضروا الانطباع انطباع جيد وجميل وأنا سعيد بحضور هذا الحفل المبارك نسأل الله أن يتم علينا ألم والأمان وأن يحفظ لنا حكومتنا الرشيدة وأن يوفق الجميع لكل ما يحب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته